صفات الزوج المثالي في نظر المرأة الرجولة الكرم الحماية الطيبة والرحمة الاهتمام الوعي والحكمة ماذا تعني الرجولة بالنسبة للمرأة؟ الرجولة تعني بالنسبة للمرأة مجموعة من الأخلاق والأوصاف التي يتصف بها الرجل وهي الأوصاف التي تميز الرجل عن المرأة فبقدر تكريس هذه الأوصاف الرجولية في الرجل يصبح الرجل محط جذب ورغبة عند المرأة من صفات الزوج المثالي في نظر المرأة الكرم إن الكرم يعني أن يوسع الزوج على زوجته عندما يملك وإن لم يكن يملك فائضا فإنه يكد ويكدح من أجل أن يحقق أحلام المرأة الحماية تحب المرأة أن يحقق الرجل للمرأة الحماية والاستقرار والأمان والحماية تعني الحماية المادية والمعنوية الطيبة والرحمة ونعني بالطيبة طيبة القلب طيبة النية طيبة في تفسير تحركات زوجته وأن يكون رحيما في تعامله معها إلى أبعد الحدود الاهتمام المرأة تحب الرجل الذي يهتم بها ويشعرها بأنه لا يمكنه الابتعاد عنها وأنها أجمل هدية أعطاه الله إياها المرأة تحب الرجل الواعي الحكيم الذي يقدر الأمور ويعطيها حجمها الحقيقي فلا ينجرف وراء نزوة عابرة أو شهوة عارضة ولا يجعله الغضب يخرج عن اعتداله وحكمته ولا يدع الآخرين يعبثون بحياته فيبدد أمواله ويضيع وقته ويسيء لسمعته وشخصيته ترجمة نانسي قنقر